موسيقى ماشا الحال أبدأ لك ألف ألف مبروك أنكم كسرت الرقم القياسي كأكتر مقابلة إلكترونية خبرني أكتر خليل وألف تحية أكيد لعولا القنتار اللي كانت كمان عم بتشاركك التقديم كيف كان الجو وهل كانت على زون؟ سارج بداية لأكل المشاهدين وبتشكرك على الاستضافة على الاتصال اللي عم نعمه ضمن برنامج وبتمنى لك دائما النجاح الدايم لأكل البرنامج نحن بلشنا من فكرة الفكرة صارت تاخذ طعطي لصارت تجربة وهذه التجربة صارت حقيقة طلعنا أنا وزميلتي دكتورة عولا القنتار بفكرة أطول حوار إلكتروني عبر العالم صلنا شهرين عم نشتغل لهذا الموضوع أنا ودكتورة عولا لوصلنا لأطلقنا برعاية وزير الأعلام الدكتورة منالعب في صمد والجهلة تحية أطول حوار إلكتروني عبر العالم كان هو أحد الماضي بلشنا الساعة 8 السباح كانت أنا إعداد وإي تقديم دكتورة عولا بلشنا الأحد الساعة 8 السباح بقينا لتنين ساعة ثنتين يعني كان السكور طبع ريكورد هو ثلاثين ساعة ودقيقتين حضرتك كنتم بشارك بهذا الريكورد كان الشرف أن يكون معكم بس خبرني كيف قدرتوا تضاينوا أنه كل هالفترة الزمنية عم بتحاوروا عم تحكوا وفي كتير ضيوف يعني وكمان في كتير ناس شجعوكم وكانوا ضيوف معكم نحن بلشنا مثل ما أردت لك تنين ساعة 8 السباح كانت كلمة الالتتاحية لمعالك الوزير منال عبدالصمات رجعنا كفينا بجورج أرداحي سامر بوخليل سامي كليب فايسل سطاير يعني اكتر من أجوف يعني إذا بدي أعدلت بدي أعدلت مئة وثلاثة وعشرين ضاير بسم الله ثم رح نقدر نعدل كيف قدرنا نضاين لأنه كان فيه إرادة لأنه نحن لازم ننجح فيه حدفه بتكون تصالولو وهذا أهم من الطب تحدي تحدي للذات كنت عم بسمع لك مثل برومو لعلك ما بعث من كم جمعة بس أطع قدامي كيف واحد لازم يتحدى حاله كيف لازم واحد يكون أناني ليحافظ على فكته ما بعث مزاركت عن هيا برومو صحية صحية هذه الفقرة الجديدة ضمن برنامج ناكست أو يمكن السيناتور بآخر البرنامج يعني فعلاً كان عندكم إرادة وقدرتوا بالعرب اللي مشاب راح تضحشوا وتوصلوا لأنه قادرين كنتوا تحققوا هيدا الهدف لك أنا ما بدي خبرك بس ما بدي خبرك عن طعب اللي تتعبني آخر أربع تيام إذا أنا والدكتور العلاو كمان يعني ما شفنا النوم هلا أنحنا العالم صاد تعرف أنه نحنا ثلاثين ساعة بلنام بس نحنا كنا خلال آخر أربع تيام عمنام ساعة أو ساعة خليل تم التواصل مع جنس ولا ولا يمكن هلأ بدي تم التواصل من بعد نخلص نحنا نجحنا درنا كسرنا ريكورد يعني هو بثلاثة وعشر ساعة كان جنس نحنا كنا دي شام في تواصل بيننا وبين جنس وقلق بعد نعم نتابع بالمبدأ كل شي ماشي صح إلا أنه الفكرة أنه تكلفة جنس للتسجل هيدا الانجاز للبنان ولكل مواطن لبناني ناطر أنه يشوف الأمل بالشعب اللبناني نحنا فتنا جنس كسرنا الرقم الهياسي وعننا بروبلم بديوجه نيدي عبر برنامجاك أنه تكلفة هيدا بالريكورد تنسجله ويشير باسم لبناني ويشير للبنان هي 8000 دولار نطلب من كل واحد بالدولار سوري دماج أنه نحنا بهيدا الوضع دماج أنه نحنا ما قدرنا جرنا سبونسور كان هدفنا ننجح هلأ صرنا عم نفتش هلأ صار المعلن أكتر لما تقللوا أنكم تكسروا الرقم الجديد يمكن يمكن المعلنين أنه يفوتوا معكم بهيدا الشيء الجديد ريتا عنده سؤال هل في مخطط لكسر الرقم اللي وصلتوله لسنتجه هو هيدا رح يظل هدف ماشي باستمرار بس ما بنعرف إذا رح نلاقي موضوع مثل كورونا نقدر نجمع فيه مشاركين من معظم الدول العالم حول موضوع واحد يعني أنا هلأ إذا بساني بقلك أعطيني موضوع نقدر ننقش حول العالم بيطلع معك شي غير كورونا في عدة مواضيع فيك تنقش على كل حال أنا كتير كتير مبسطت بهاي المبادرة اللي عملتوا على أمل نرجع نشوفكن كمان بنفس العمل ولكن بعد كمان على أطخم لأنكم بتستحق وعم ترفعوا اسم لبنان بالعالي شكرا لك الصحافي خليل مردس المردس ترجمة نانسي قنقش